يا الله بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان المحاضرة النهاردة والحب راح فين وفي حب بيبقى موجود وبعدين بيضيع ولا هو ضيع ولا أصل ما كانش موجود وما كانش ده حب ولا احنا فقدنا الحب خلينا نتكلم في شكل علاقة ما بين الزوج والزوجة قبل مرحلة الزواج وبعد مرحلة الزواج خلينا أقولكم كانت محاضرة لدكتور مصطفى محمود كان بيتكلم فيها أن الحب ده عبارة عن كائن حي أنا بحب أن أنا دايما أوصف الحب كأنه زهرة وردة عشان تعيش لازم أعتني بالطربة بتاعتها وأعملها طربة خاصبة ولازم أحط فيها الوسائل سواء مية ولا مقويات مثلا ولا التقاوي اللي بيقول عليها بيحطوها على الزرع علشان تفضل الوردة عايشة ولها وقت معين طيب بيأتي بيجي وقت معين وتدبل آه بس بتطلع زرع طلع بزور تطع ورود تاني يعني مش وردة واحدة بس أو كائن حي لما بنعتني بيه وبنغزيه كويس وبنعتني بيه بتلاقي الدنيا إيه بتلاقي الدنيا بقت حالو وبيدي إنتاجه آه مفكر منتج مفيد في المجتمع وهكذا قبل الزواج وده السؤال بقى اللي بنتسأله من كل مثلا يا إما حديث الزواج يا إما اللي عد على زواجهم عشر سنين ودي حاجة صراحة بتزعل جدا خلينا نقول الفترة الأولانية بتاعت آه قبل الزواج قبل الزواج هتبصت لايه ايه فيه شغف آه فيه دايما هما بيسموها الطراب عاطفة صومش الطراب يعني هو نوع من أنواع الشغف والشوق آه المعرفة دايما دايما مش عارفة إيه الرسائل أو أو يتفقدها ليه لأنه هما فيما بينهم دلوقتي كيمية حب ومش عارفين يلتقوا فعدم وجود اللقاء أو إتمام اللقاء لآخره ده بيعمل إيه هيعمل نوع من أنواع أنا حابب إن أنا أكلمها أنا حابة دايما إن أنا أتصل عليه أو أقوله تعالي أو أحب الزيارة بتاعته ده جزء وده جزء مهم نخلي بالنا منه يعني بيحصل بعدها إيه بيحصل بعدها زواج فتطمئن يعني كانت المرحلة الأولى مرحلة الطراب في الحب فالمرحلة التالية اللي بتنتهي بالزواج بيبقى مرحلة استقرار ومرحلة الاستقرار والاطمئنان عبر عنها الكرآن مواد ده ورحمة وسكن يبقى الهدف من الزواج هو أن يبقى أنا أحس أن نروحي فيها سكن قلبي وعوضفي ومشاعري فيها إشباع وفيها سكن النقطة دي مهمة جدا جدا يا جماعة ولازم تخلوا بالكم منها لأن هي فعلا موضع اختلاف حقيقي ونقولك لا ده ما بقاش يحبني هو كان حب أصلا ده هو لأ واحدة كده وبتاعه مش عارفة إيه وافت عليه والدنيا خلصت وخلاص الموضوع مش كده الموضوع فعلا إنه هو حصل نوع من الاستقرار سماه الكرآن سكن وسما طبيعة العلاقة بشكل عام مواد ده ورحمة طيب ده جزء خليني أقولكو على الجزء الأولاني تاني الجزء الأولاني لما حصل فيه الشوق واللهفة ورغبة اللقاء ومعرفة الشخصية أكتر يسألك ويكلني وتعبري عن نفسك وكل الكلام ده وبعدين يجي المرحلة وقلت إن المرحلة دي علشان تستمر الحب ذات نفسه لازم أعمل إيه لازم أعمل نوع من أنواع السقية ومرعاة الزرعة وإن أنا دايما أخلي الحب ده أسئيب أسئيب المراعاة والمرعاة إحنا هنقولها أسباب دلوقتي واحد اتنين تلاتة خطوات لكن لكن لو أنا مراعتهاش هيموت ويدبل وخلاص وهيروح الحب طيب إيه الدليل نساؤكم إيه حرص حرص يعني أرض زي ما بتحط فيها وزي ما بتنميها وزي ما بتسقيها وزي ما بترويها هتطلع لك هتتنرفز هتطلع لك نكدية هتتغضب وتعمل خلاص هتبعى عند ده لا مبالاة ليه لأن أنت مراعتش لكن حطيت المراعاة وحطيت الحب وحطيت مش بس مراعاة وحب على فكرة وحطيت مجرد الاهتمام إحنا نقول لك باتي على 8 حاجات أو 9 شو أكرة 8 أو 9 9 خطوات أو 8 خطوات هنقولهم إزاي فعلا إن إحنا يعني نعيد الحاجة الجميلة جدا جدا ده أجمل حاجة في الحياة على فكرة الحب ده أجمل حاجة جميل إن أنا حس إن فيه حد يتفكر فيي حد مهتم بي حد بيحبني حد أنا أنا موضع اهتمام وشغف وشوق في حياته ده شئكه وما نعرفش نعيش لوحدنا على فكرة ولو جبتي أي كائن حي إنسان حططيه إنسان في جزيرة كلها أسره ودهب وألمزه جميع متعد وأكواميره وكل المتعة كلها موجودة فيه والوحده ما يعرفش عيش ما يعرفش عيش فالحب ده شئ عارفين كده بيسميه أكسير الحياة هو ما ينفعش تعيش من غير الحب والإنسان الوحيد اللي من غير أليف ولا أنيس ولا عيلة ولا صحاب يكتئب يكتئب ويبقى حياته ملهاش قيمة لكن إمتى يبقى لي قيمة إن أنا أحب وأتحب وده المؤمن يألف ويألف أحب وأتحب فالله عز وجل جعل العاطفة دي جوانا وجعل فيها قوات جزء من المراعاية ودنا الأسباب على فكرة ودنا الوسائل إن إحنا نراعي بيها الأمر ده بس إحنا ما بيبقاش وقدين بنا ونعتمد على أصل هو الحب خلص أصل هو خلاص إحنا بعد الجواز الحب بيموت وده من أكبر الحاجات الغلط والمفاهيم الغلط اللي انتشرت أصل الجواز بيموت الحب أصل مش عارفة بيحصل إيه فخلاص ما هو اتعود آه هو عنده النقطة دي بس إحنا مش بنسميها كده سموا المسميات صح عشان ما نعيش مشاكل المسمى الحقيقي اللي حصل بعد الزواج إنه حصل استقرار وسكن زي ما وصف القرآن النقطة دي مهمة والقعدة دي مهمة قبل ما انتقل لأي نقطة تانية حصل نوع من الاستقرار خلاص بقى فيه تقارب فكري وجسدي وأنا مطمئن راجع من الشغلة هلاقيها في البيت هي معايا وراجع من الحق فأنا عندي نوع من أنواع الاستقرار النفسي فده وسمى القرآن سكن وحدد العلاقة زي ما قلنا بمواد دورها أما الفترة أولا سمى الطراب وبعد كده استقرار العلاقة ده الجزء اللي أولين عايز أقول لكم يعني طيب ماشي تمام إيه بقى إيه بقى اللي يخلي السقية الحب ده يفضل موجود وتقول لك أنا يعني بيجي أنا مش حاسة أنه يحبيني زي الأول أنا مش حاسة أنه هو بقى شغوف علي زي الأول أنا مش حاسة بحب زوجي لي زوجي أنا ما بقتش في الدماء أصلا مش بيبصلي مهما أعمل مش بيقول ده هو على طول ناقض وكذا ليه هو الميا اللي بنسقي بيها الحب ديت إيه اللي فيها التقاوي والسماد وكل الحاجات اللي تنمي زرعة الحب وغرس الحب دوت لغات الحب الخامسة لغات الحب الخامسة الكلمة الشكرانية التشجيع والتحفيز كل ده كلام وكلمات الحب كلمات الحب اللي فيها بحبك اللي فيها يا معشوقتي يا محبوبتي يا بيت هان أنت هو فيها فيها الكلمات دي آآ تاني حاجة الوقت ما دي لغة من لغات الحب أنا عملالك أنا مخصصة لك وقت وهي كمان لازم تشوف منك أن أنت مخصص لها وقت ده الميا على فكرة ده السقية ده الزرع مش نسائكم حرص بالله عليكم يا أزواج ويا رجال ويا نساء اسمعوا الكلام ده ولو النساء سمعوا روح يقولوا الجزئية دية لأزواجهم ضروري قولوا لهم لازم كده لازم فيه وقت يا ابني أنا بطلب منك عشر ده في اليوم وبطلب منك أنا عايز أقول لكم إن الزوجة كلها مثلا لو هي مش امرأة عاملة أو كده أو لا حتى لو عاملة هتنوي برضو مساعدة الزوج وهتنوي كذا وكذا يعني فيه نوايا كتير إحنا ما نقدرش نعيش من غير النوايا وإنتي لو زوجة ولا بدأت نعيشها من غير نوايا حياتك هبقى المنصورة أنا عايز أقول لي لا يعني إحنا صحيح إحنا عايزي لها شكرانية ولا جميلة في الدنيا بس معلش برضو يعني الواحد لما بيسمع قطر خير الجزاك الله خير بيتراضب فالوقت إن أنا أستشعر إن شريك حياتي اللي قدامي مكراس لي وقت طب إيه إحنا مشغول طول الأسبوع طب أنا عندنا مثلا خميس الليل خميس بالليل أو الجمعة بعد الصلاة أو ليلة سبت وحد مثلا أو يوم السبت وحد مثلا في البلدان الغربين أوكي تمام أنتو بتسجلوا البتاع طلع لي كده طيب الجزء المهم جدا جدا في النقطة ديت إن كلا الطرفين ما هو مش على الست بس يعني مش على الست بس إن أنا قعد أنام من حب وهي عايشة في الحب أصلا هي عايشة في الحب وعايشة في المشاعر علشان كده أنا دايما بقول اللي بيبتدي الخطوة الأولى الراجل في الحب برغم إن الحب ده اللي أنا المرأة مثلا أو هي هي الحب المرأة ومشاعر والدنيا لكن هي مش صاحبة المبادرة أولا أنت صاحب المبادرة ليه أنت الراجل المرأة تستحي تبتدي وتستحي يقولك لأ هو اللي ييج أيوة لأنها محل طلب يعني إحنا لازم نفهم القاعدة دي العظيمة دي المرأة محل طلب فهي اللي يؤتى إليها نعم فالمرأة هي اللي يؤتى إليها يؤتى إليها بالكلمة الطيبة يؤتى إليها بالتشجية بالتحفيز بكلمات الحب بالشغف وحشتيني أنت اللي أنت اللي أنت اللي أنت اللي جوه العين والقلب والنني هو ده اللي يتقال تاني لغة زي ما قلنا لغة الوقت أنا أنا ليه وقت في الحياة أنا مكرسه ليك عشر دقايق يا سيدي عشر دقايق في اليوم اسمع اسمع الحصيلة وخمسة وعشرين ألف كلمة اللي هتقولها لك هي أن كان اسمع اسمع هي بتقول إيه لما بتيجي تقولك على مشكلة مش بتنكد عليك والله مش بتنكد هي بس بتشاركك لأن هي ما عندهاش حد تقول له إلا أنت فهي بتشاركك في القصة دي أنت مش عايز تسمع ده يعني سوء تقدير منك وعدم فهم لطبيعة شخصية المرأة والسيكولوجية تفكير المرأة تالت حاجة الهدايا ما بقولش ماسي هاته الأصفر والأبيض دلوقتي معيني ده مطلوب دلوقتي وبشدة لكن الهدايا ولو انتوا عارفين لو غلف شوكولاتاية كده بقى الشوكولاتاية عشان السكر أي حاجة أي حاجة تتغلف وتتجاب كده ورقة مكتوبة ساعات بيبقى فيه اموشينات بتتحط كده الاموشينات دي كأنها ظرف بيتفتح فيه أي حاجة أي حاجة بس طبعا الحاجات العينية مطلوبة بعد الزواج يعني حلو الكلام وكل حاجة بس برضو الحاجات العينية مطلوبة ونخلي بالنا منها جدا ده علشان نمي الحب بينك والأمر ده مش على الراجل بس على الراجل والست كمان المشاركة من لغة من لغات الحب على فكرة المشاركة أن أنا وإنت هنتشارك في حاجة معينة يعني إيه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلي عمل لغة من لغات الحب الأعمال الخدمية دي أنا معاك أنا أشاركك أنا وإنت نعمل الأمر ده حلو جدا نرى السلام عمله فموضوع المشاركة في عمل هاتي السلطة أعملها أنت بأنت عايزان أعمل إيه طب هاتي طب إيه طب أنا أقول ما أخسل وأنت الناشئة أنا ناشئة أي حاجة المشاركة تحس حتى أنت دخل للقوضة بتاعت الأولاد لقتيها ما شاء الله حوقلة خش هت العيال حوقلة كل عدتة كل هدمة في حدتة والشرف في حدتة وكانوا كمان ابتدائي وإعدادي لسه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مين النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه اللي كان عنده غزوات النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان عنده نشر الدعوة هم نشر الدعوة للعالم كله اللي كان بيطلع ويجي في ستة شهور ويعمل ويجي قبل الوفود وهكذا ولقى وقت في البيت لأهلهم محدش يا جماعة يعني معلش أنا ببقبلش لنعتزار في حاجة زي كده ليه لا ولو أنا بطلب عشر دقايب ولو عشر دقايب لكن تتساب كده يموت الحب يموت بصوا مش الست ممكن تتحمل واسمعوا يا أزواج ويا رجال الست ممكن تتحمل أي حاجة وأي مشكلة وأي نقص مادي ولا مع أي حاجة لو أنت بتبطل لو أنت قطر خير والله ده ربنا عمره ما هيعوضني عن ده أنا لو لفت الدنيا محلائي زي قطر خير والله أنا أنا راضي عنك يه يه تشيلك فوق رأسها تشيلك فوق دمكها ورأسها كده وتحطك جوه القلب ليه أصلا أنت مقدرها أصلا أنت حاسس بيها فحطة موضوع أن أنا أنا بس بشاركك أنا بس معاك في أي أمر يا دمحايا لو الله ده حاسس بيه ولو حاجة بسيطة قد كده نعمل كمان لغة من لغات الحب التلامس سواء بقى التلامس بالإيد والسلام أو لغة العيون وحب وكلام اللي بيتقلب العين أو التلامس البدن العلاقة الخاصة لما بين الرجل والمرأة وعدم وجود علاقة خاصة أو انتظامها أو فيه مشاكل في العلاقة الخاصة بيعرف أنه فيه مشاكل على طول مشاكل غرفة النوم تطلع المشاكل إيه لو إيه لجوه تجيب لي مشاكل مشكلة تربوية والأولاد ومش عارفة حصل كذا والزوج تجيب لي مشكلة إيه وضع العلاقة الخاصة لو هي فيه مشكلة فيها غير منتظمة ما انتوش مبسوطين حد بغدد على التاني حد بيتقفف من التاني حد ما بيرعيش متطلبات الآخر سواء الشريكين أحد الشريكين بتحصل مشكلة وبيموت الحب لو مات الحب بتنتقل علاقة الحب والاحترام والتقدير إحنا دايما بنقول كده الاحترام والتقدير والحب دولة سلاسية كده اسمها دعامة البيت حب واحترام وتقدير لو راح المسلس جوا البيت على فكرة جوا البيت والزوج والأسرة والأولاد كده لو راحت التلت تطلع دول بزت الزواج بزت الزيجة خلص ما بقاش فيه طيب إيه اللي بيضيع الكلام ده جمعا إيه اللي ممكن يضيعلي الحب ده أو يضعفه أو ما بقاش موجود آه اسمعوا معايا حد صار تقوي حد آه قاسي تباعه حدة تباعه جديدة آه طرف ما بيعرفش يستوعب عشان كده دايما أنا بقول إيه بقول هو مين اللي يعمل مين اللي يستوعب الراجل ليه ليه أنا بجيب دليل على كل حاجة عشان ما حاجش يدوش تجاي على الرجالة والرجالة لا صدقني ولا إنت الراجل وإنت صاحب القوام إنت تستوعب ليه بصوا بصوا ليه استوعب قاسي خلقناها منين من ضلع خلقة السيدة حواء من ضلع سيدنا دي أنا وضلع ضلع لجنب القلب وضلع لجنب القلب عامل كده بيعمل إيه محوط على الجواه حافظ على الجواه عامل كده محافظ على الجواه وجاي بكيرف كده عشان إيه عشان المرأة تبقى جواه آه هو عامل كده عليها شفتوا الأمر عامل إزاي فهو اللي يستوعب لكن حد ما بيعرفش يستوعب الآخر أمر طبيعي المرأة المرأة ما ينفعش ليه ما ينفعش يا صاحبة لا ينفعش يا صاحبة بحياني فعظة من الأول تالي بصواب العيال والبيت والدنيا بس بيجي وقت لما شوفك أنت محتويني ياه تشيل الدنيا تشيل الدنيا ليه لأن المرأة عاطفية نقطة كده تلاقيك رفع مزاجها فوق في السماء مرة تانية ده صف شجرة ولا حيكلمني ما حدش يكلمني ولا حد له دعوها بي ولا حد له علاقة بي فالاستعاد ده نقطة مهمة وأنا دايما بقول راجل أنت اللي عليك الأمر ده استوع طبط احتوي مش أنت اللي مأموس الراجل اللي بتقمس ده مصيبة مش عالي طالع ليه لنا في العصر الأيام ده الراجل القمس ده حاجة كارثة جدا يعني ستبت ماشي أتقمس من إيشي ولا قلنا علاجاتها لكن هي عطفية في أمر طبيعي تزع مين يحتقى الراجل لكن الراجل يتقمس ويتعمل وهو لا 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 هو صحيح خيرهم من يبدأ باستلام واللي صاحب من بدرة بس مش كل مرة لكن ساعة المشكلة مين يستوعب الراجل طيب يبقى اللي بيضع في الحب حد قاسي في المعاملة طبقه حدى ومتحكش وأموره وقف كده مفيش ليونة ولا مرونة ولا كلمة طيبة محدش بيستوعب التاني ركزوا معاي في القصص دي أو حد مشغول قوي حد مشغول قوي بالدنيا والعيال والأكل على الجري الأولاد أو مش عارفة إيه أو زوجي يعني دلوقتي أنا والله يعني كنا نقول إيه الأول الزوجي مشغول في حاجات شغله ويجيب لقمة العيش لعياله ومش عارفة إيه والمسؤوليات وهكذا دلوقتي الأزواج بيشتكوا أنا زوجتي مش لقيها طلع أقولك بتعملش حاجة غالب ما غلط وأنا عارف هي فين وكذا وكذا بس أنا مش لقيها أنا مفتخدة أنا مفتخدة وأنا مش عارفة أعصر عليه طلع هنا شتتها جهدها في كل مكان ماشي إن بدنك عليك حق وزوجك وأولادك وبيتك وكل الأن والأولويات والدعوة والمسجد والأخوات والدنيا والعمل المجتمعي والعمل التطوعي والعمل الخدمي تمام بس أنا ولله أولوية أخيات أنا ولله أولوية بيتي وأولادي وزوجي تلاتة فكون إن الزوج يشتكي إن أنا مش موجودة ده يضعر في الحب يضعر في الحب هو كمان نفس الكلام طالع بره وسايب وعمل وأهم حاجة أنا باجة أنا تعباه أنا عايز أنام أنا مش قادر أنا كفاية علي أجل أنا مش عايز واشنطي هتبتدي أنا طب ما ده غلط برضو أو الأعباء بتقولك إيه ما أنا وصلت للطبع الحد أنا فيها النقطتين الأولى والتالتة اللي أنت قلتها دكتورة أنا عندي طباع حدة وعنيفة وبعمل وبزعق وكذا ليه لأنها معبقة معبقة بالضغطات فلما تضغط عليها وعليها وعليها والأولاد وتروح وتيجي وكذا ومفيش حد بيسحب مفيش حد ساحب منها أي مسئولية ولا مخفف عنها أمر طبيعي تقولك حب إيه اللي أنت جايد حب إيه حب إيه بتتكلمه في حب إيه خلينا شوف مشاكل البيت والأولاد والدنيا ومفضياء هو يفضل الحياة بقى ويفضل الشات وإن ما كاش عروحي الجوال أيا كان بقى يفضل حاله بقى غلط بقى ده بردو ده بيموت الحب بيضعفه وبعد جده يحصل إيه خلص حد قاسي ما بيستوعبش مشغولين لتنين أحد الطرفين عن التاني فيحصل إيه صمت ونيجي بقى للخرس الزواجي صمت والصمت ده يعني مشكلته مشكلة على فكرة ليه أولا لأن رقم واحد أنت مش هتعبر على الجوال ويبقى جوك حاجات حاجات أنا جوايا احتياج وجوايا مشاعر بس أنا مش عارفين نقوله ومش عارفة تقفى الصمت سيد المو خلص غلط ويحصل إيه بقى قطع التواصل قطع التواصل لما يحصل ما فيش تواصل انت عارفين يحصل إيه خلص خلص يختفي الحب بقاش ما يبقاش ده مش بس يختفي احنا ما بنقولش احنا ما بنعبرش فالأصل في الأمر خلص طالما أنا ما بقبرش وما فيش تواصل فأنا مش مطلع فأطلع اللي جوايا فالدنيا بوزت الدنيا بوزت ده مش صح ده مش صح النقطة المهمة لما بيحصل عدم استعاب ما فيش شكر قطع تواصل ما فيش تعبير عن اللي جوايا ويحصل خرس زواجي يحصل ملل وراتابة كرسة ملل وراتابة متكرر متكرر هو اللي بنصبح بفيه بنباد فيه بننام فيه وهكذا والملل وراتابة موجودين ما بيروحوش وتنكسر وسلسية البيت الجميل الحب الاحترام التقدير تنكسر انكسر السلسية دي يا أخوات ما فيش انسجام ما فيش رغبة أصلا ان احنا نصلح بابين خلاص الرغبة راحت وبعدين كل واحد بقى يقلل من مجهود التاني هو انت بتعبلي ايه هو انت بتعمل ايه لو انا ما اناش فاهمة سايكولوجية كل انا فاهمة سايكولوجية الراجل بيفكر ازا وبيتعامل ازا وبيعمل ازا ومش فاهمة سايكولوجية السيد انت مش فاهمة ولا عارف تتعامل معها امر طبيعا هنوصل لي كده خلاص ولا عايزين رغبة وكل واحد ينتقد التاني بقى وتبقى الحياة الزوجية كلها انتقاد 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 كامل انت بتعملي واقيف لك على الواحدة بالعدسة المكبرة وانت كمان بنفس الكلام وبعدين يحصل ايه استسلام بقى استسلام بقى وفشل للعلاق خلاص ما هي كده احنا متجوزين عشان العيال بس طرق صامت خلاص احنا قاعدين مع بعض بس عشان العيال لا اكتر ولا قال طب نعمل ايه نعمل احنا مش عايزين هي بتقولك انا بحبه بس كنت بحبه يعني يعني الاول كنت بحبه وكان فيه بيننا شغف وحب هو يقول والله يا كانت كويسة والكلام ده وكان فيه بس دلوقتي لا ازاي نعيد زي ما قلتلكم في اول الشرح خالص في اول محاضرة انه هو ما ماتش الحب لا ده حصل نعمل استقرار تقولك ما كانش فيه شغف زي قبل الجواز اه ما هو ما فيه شغف علشان فيه لاف او شوق وبعده ومش عارفة يكسره يخده دايما اقوله خده اجازة زوجية ودي من الحلول على فكرة خده اجازة زوجية فعلا كله هو يسافر في مكان اسبوع انتي تخدلك يومين كده مع نفسك تروح لأهلك تروح في حتة تروح عند صحابك الناس اللي في غبرة دقوا نروح فين وانش عارفين نروح فين بس هو خدي فاصل بحيس ينرجع تاني للشوق والشغف والحب بس قبليها نبقى متفقين اه لوش انت تبعيدي في وقت انته وحصل فيه استسلام وكذا فيعتاد مخ الراجل انك مش موجودة اوعد توقعين في مشكلة اكبر ويبتدي يتصرف ما دي الخطورة على فكرة في ضيع الحب دي الخطورة انك تيجي في فترة دماغك او دماغه كل واحد متعود انا مش موجود في عقل التاني ومش موجود في حياتي التاني فانا مش موجود في خلاص اتعود فحياته ماشية بدوني كلمة زوجته مش موجودة في الموضوع كلمة زوجك مش في دماغك انت انشغلت 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 هو فين والله حاليا انا بسمع من الازواج شكاوي يقولك انا مش لقيها انا مش في حياتها دكتورة هلا انا مش في حياتها اما العيال ما بتعملش حاجة غلط ولا حرام بس هي حياتها مع الولاد وخلاص انا مش موجود مش حاسب الاولوية ولا هي كمان عادي ما هي موجودة ما خلاص ما تجوزنا وتعاملي ايه بعد عشر سنين جوز اللي عشرين سنة جوز تروحي فين انت يا ست انت وبتعام معاودي لا لا والله انا اعرف جدا اعرف جدا يعني اجاب خمسة وخمسين سنة تقريبا وستة وخمسين سنة ولسه ما شاء الله ما شاء الله يعني بتقولك احنا بنعيد هذه الامور ما بيني قلتلك يعني اه شهر عسل من جديد حاجة واحفة جدا عالم عالم بتفكر عالم وعملت جدد ما هو كسر الروتين بالتجديد مش بقول قطع النظام يعني لازم تقولك لا تجدد والهرجلة والنشير قلتني لا 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 في فرق ما بيني اني فيه نظام بس بجدد بجدد في شكل البيت في شكل في طريقة كلامي مع زوجي في المقدمات اللي ما بيني فيه الاعداء اللي بنعودها الاسبوعية فيه اعداء عائلة بنعودها وفيه انا وهو يعني فيه اعداء وهو والاولاد وفيه اعداء وهو لازم لازم ان شاء الله نص ساعة نشرب بالاسبريسو ولا الاوى ولا الشاي ولا مش عارفة نعمل اي عاجة وان شاء الله ده اسبوع لكن يومي عشر دقاء ده كلام سوابت قوانين كده دستور في قلب البيت منفعش الاستغناء عام عشان ماقول منجعش نسأل هو الحب راح فين احنا اللي ما قوتنا ارجع ازاي شريك حياتي هو الاولوية رقم واحد ان انا حط في دماغي كده وانوي كده وبعد المحاضرة دي تطلع وبعد الكلام اللي انا بقوله ده كل واحد حاطت كده انا ازاي اسعد زوجي هو بيفرح بواحد اتنين ثلاثة ازاي اسعد زوجتي واحد اتنين ثلاثة تيجي زوجة تقولي بصي بقى دكتوراه هنا احنا بنعمل واحنا كل مرة للمحاضرات علينا واحنا اللي بنتوصى دايما وهم ما بيوصل لهمش طب بس اعملي انا بقولك هوا بس اعملي اعملي وتوكل على الله ينوبك سوايب اعملي وتوكل على الله وبعد ربنا حينفاف صورته وطلبي هو انت ليه ما بتطلبيش احتياجاتك زي ما هو بيعبر عن احتياجاته كده بصورة صحيح ما تقولي يا ابن الحلال انا عزاك تقولي كزا ومش عارف ايه حصل بس بوس جاك كده طلع جديد قوله انا عزاك تقولي كزا وتقولي اطلبي عبر عن احتياجاتك بس ايه بلطفة وانوسا ينوبك سوا مش بقى عاملالي 111 وانا عندي حق دكتوراه هلاف اللي بقوله خلي بالك يعني انا عندي حق تلت وامتلت وانا عندي كزا وانا عندي وبصي وانت اسمع بقى انت كزا وانت وعملاله كده وعملاله يعني ما تفقديش حس حسن الطلب يعني انا قلتلكم قبل كده اتعاملت مع واحد ننت هاتة اربع جليات في اربع اماكن مختلفة لا يعني احنا مساكين احنا مساكين جدا لا التانيين لا ده فيه لغة كده وفيه نبرة كده وفيه تون كده بيتقال وما شاء الله ما شاء الله اش عايز اقول لك يعني على السهوك عاملت ازاي قلت اللي والله انا لو انا واحدة عاملة فيها حاجة وجدت تكلمني كده الله اتحاك لا والله سمحتك روحي سمحتك وقلبي رضع عنك خلاص احنا لازم نتعلم الكلام ده يبقى رقم واحد من بقى اللي هي يعني عايز اقول بقى خلاصة اللي قلناه خلي شرك حياتك رقم واحد في حياتك له اولوي هو يستشهر كده ليكي اولوية وانا ليه اولوية ده اللي عايز يحافظ على بيته مش عايز هالسه ده اللي عايز يحافظ على بيته وعلى وعلى عيالها وعلى بيتها واللي عايز يحافظ على زوجته مانا بازل حرام لما عدت لك منها بس وانت صفر حل رقم اتنين او عايز اقول دي مثلا يعني اقول اقول مثلا سمانية النجاة مثلا ولا سبعية النجاة خصص وقت للخروج معاه اكسر حاجز البيت والجدران الخرصانية ينقوا سواه انزلوا. النبع السلام كان ياخدها كده في ضوء القمر ويمشي بيها. امي روح حتى عالناصي هات حلبسة وتعالى. فيش حلبسة دلوقتي هاته اي حاجة وتعالى. روح البيم قبل الساعة تسعة ما تقفل. روح اي حاجة. خدها عالناصي كده مشوار وبتاع وخليها تنهج وتطلع وتنزل وبتاع الطلعات والنزلات اللي عندنا العظيمة اللي في الشوارع ديت. خصص وقت. لازم. يا شهري يا كل اسبوعين ما بقولكش كل قد الشتة جاية هوا هنقعد نتكن في بيوتنا زي البيت الشتة ويدبابة. بس او خليها قبل الدنيا ما تعمل. وقبل الحظ ولا بقولوا هيحصل قفلة تانية. الله اعلم. خدها. روحوا اي مكان. بلاش يبقى فيه روتين مستمر 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 اكسروا الروتين ده. وخدها الوحدة. عادة الامات ما بترضوش انا عارفة. تيجي الزوجة تقول لها تسيب عيالي واروك. لها تب بيجو ما هتنكدها على نفسك وعلى عيالك. وبعدين نحط الكوميكس بتاع الوزة وعيالها. كانت خروجة ما اعلم بها. كانت خروجة سودة. اخر مرة اخروج معاك. هسر. انت عارفة الكلام ده. قال ليك انت هو. وروحي واعمل. يبقى دي تانية حاجة. تالت حاجة. زي ما قلنا. اعملوا مع بعض حاجة مشتركة جوه البيت. حاجة بيت بيوت. مش بيت. بيوت كتيرة جدا جدا. الازواج هو الزوج ولا اي مع الموضوع ده. مع زوجته ومع الاولاد. صفحة واحدة. كل واحد صفحة. تيجي انا في خدمة اهل. اعمل حاجة. انت عليك ايه. عليك ايه في البيت. عليك كل حاجة. اشاركك في حاجة. لو هتسبتوا لسنة العصفور حلو. لو هتسبتوا لسلطات حلو. يعمل الكلام ده. اي حاجة. لكن يكون حاجة مشتركة. اه. الامر ده بيبقى له واقع جميل جدا جدا بس احنا مفتقدين. والاولاد مفتقدين. طب الاولاد كبروا واحنا مش عارفة بعد ايه كذا كانت طبقانتي وهو مستمرين على هذا الامر. ده بيخلي زي ما قلت كده الشعور جوه الزوجة او جوه ايه. سواء هو او هي. انا معاكي. انا من سايبك. في امان وانتي معايا. حلو الامان. حكة الامان دي مفقودة صدقوني. طيب. اه. الوقت اللي احنا بنقضي سواء الوقت الاسبوعي او الوقت اليومي او الخروجة الشهرية بتعمل ايه؟ بتفرز خمس هرمونات الساعدة. ودي دراسة. خمس هرمونات الساعدة. عند الوقت. لو انا عايز اقول مش الدوبامين. كل هرمونات الساعدة. وتقلل متضغطات النفسية. وانجيش قولك انا مخنوقة. شوفتها مكتئبة مكتئبة. مش عارفة رايز في الوقت. عايزة عايزة عايزة. بعد يجي حد اتصل بعد عايزة عايزة. مين هيجي عايزة معايز. يكسر الكلام ده. مجرد بس ان انا اقضي الوقت مع المحبوب. او اللي كان محبوب بس احنا بنعيد الحب اهو بنميه تاني. طيب. رقم اربعة. التعبير عن مشاعر. انا كان دايما معلش يعني. يعني دايما اقول كده. التعبير عن المشاعر. انا ده النهار ده يا جماعة. انا النهار ده ده. مين هيخفف عني الامر ده? مين هيسألني? وامشي في البيت عاملة كده. او حطة ان شاء الله علي. حطات ده ببوزة. اللي هيرعيك هيسأل. او اللي مش شرط مش فاهم. واللي مش عارف. اللي مش عارف. يجي يقول انا 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 مالك. مالك. بقول اللي قدامي. حتى بكسر حاجز ان انت مش قادر تتكلم ومش عايز تتكلم. وانا انا بقول اهو. بس تنطق اللي ما بينطقش. قبل هول الصامت بنخليه تكلم. مالك. الامر ده. ازعلانة ليه? عايزينة ليه? واعرفوا عباروا عن مشاعركوا صح? انا مبسوطة جدا. انا النهار ده مبسوطة جدا جدا جدا. وحالك حالا. لكن بعد شوية ممكن انكد. يعني يعني ميغركوش. بالوقتي كزا. اكساروا ده. احنا عندنا قصور حقيقي في التعبير عن مشاعر. ده حقيقة. عندنا قصور حقيقة ان احنا نعبر ونقول اللي جوانا صح. ممممممممم. عندناش حاصلة لغوية كافية مش عارفة اعبر عن اللي جوايا فبغدف يا بعيط يا بزع. غلط. يعيط يا زعب طب فيه ايه قصة انا كنت غيران ان انت عقولت الكلمة كذا 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 وقمت بتوصف معرفش ايه ومشكلة ايه ما يمكنش هينفع تقول كذا قولي انا زعلان ان انا حاسة ان انا مش في دماغك انا زعلان ان انا حاسة ان انا هو ده طيب خمس حاجة انا بديكم الخلاصة هو انعاش الحب انعاش حب ميت وبننعشه وكذا خمس خطو فين الجلسات الرومانسية يا حريم فين بقولك منكد على والله ما طيقة بص ولا شوف بصي جلسة رومانسية ايه ولا طيقة لا الجلسة الرومانسية دي بتثبتيها بيوم بتثبتها بيوم ايه اليوم انت عارفة وقتك انت اللي عارفة وقت زوجك وعارفة كذا ايه اليوم والله انا عندي اليوم الفلاني عندي يوم كذا عندي كذا خلاص تماما سبتي جلسة رومانسية فيها ضحك فيها قاعدة حلوة فيها رحتك حلوة شعرك متسرح ينوبك سواب لابسة حاجة جميلة عاملة اكلة حلوة عاملة صمر حلو القاعدة جميل وضحكي 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 يقولك ان المشكلة لا 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 عشان ما هلأ مشكلة لا لا بص شيء احنا النهاردة هنقعد نتكلف اللي عنده بقى اي حاجة حلوة ده حك تقول اللي عنده موقف حلو قول انت هو وخلي ده في اليوم اللي هو اليوم الخاص بصوا عشان ساعات بيلتبس على النساء الجزئية دي تقولك لا اهو كل شوية هعمل قاعدة ومش عارف ايد عايز كل يوم قاعدة خاص لا فيه فرق فيه فرق ما بين ان زوجك يطلبك في اي وقت ماشي في الاسبوع في العلاقة الخاصة ده مفيش مشاكل يعني ده ده امر انا بتكلمني فيه يوم ملكي يوم عاملة الراجل كده راجل حط عليه تاج الملوك ومعاملها شهر يار زمانه وهرون الرشيد في زمانه مش علشان لا قاعدة حلوة جلسة حلوة رومانسية في الكلام اه صوتك حل بتتحكي بتتحكي طب انا ما عليش عن قولك تعميني ايه دلوقتي ومواقف المصرحة الحقيقية برضو مش هسابها ما تخفيش بس لازم ده يا اخوانتي يكون موجود قاعدة حلوة في الاسبوع ان شاء اللي يوم بطلب منك يوم بس لابسة ومسرق مش معنى كده ان بقيت للايام انت شلبية لا ما بقيت الايام برضو انت كويسة ينوبك سبب انت برضو كويسة بقيت الايام لكن الوقت ده وقت خاص هينتهي ماشي بالعلاقة ماشي ده شيء يعني مش شرط على فكرة خلاص هو حابب يعمل ده للاخو اوكي تمام لكن هو ده فيه فيه وضع قبل يا مش الحاجة كلها هو هو العلاقة لا ومتجيش تقوليلي اصلا لا هو يقول زم هو عايز وانت يعملي الشكل اللي انت حباه هيقبله لان ده اشباع عاطفة اشباع روحي وجسدي الجسدي العلاق لكن الروح فين الجلسة الرومانسية سادس نوطة انا موجود لو انت محتاجني حلو جدا انه يبقى بين الشركين القلدة دعم وقت الاحتياج الدعم المعنوي وقت الاحتياج حصلت مشكلة مع صحباتك مع اهلك مع ولاد خالتك ولاد عم بحد في البيت في الاولاد انا موجود وهي نفس الكلام ساعات ما بيحكيش اسمعي بقى الحتة التكاية دي ساعات الزوج ما بيحكيش وهم عادة كده الرجال ما بيحكوش الى في نهاية المشكلة او لما يلاقي لها هو حل يبتدي بعدها ليقول ما تطلوش قول له بس الجملة اللي انا بقولها لي جزيز انا موجود احس انك متضايق وفي حاجة مضايقك منين ما تحب تحكي انا موجودة علشانك عشان خطر اسمعي ما بدل ما يروح يعاكل السكينة وعواطف وعدلات هم عندي مسمياتهم كده مع انهم ما بيبوش كده ده هم بيبو عاجة تانية خالص الرومانسية بقى والدنيا مش عايزة أقولك لكن لكن لا انا موجود انا عارفة ان انت فيك حاجة والحاجة دي فبنلاقي خلص من غير منين ما تلاقي انت من جوك محتاجتك انا موجودة اسمعك اعمل وهتديله الدنيا وهتديله الجو وانتي نفس الكلام يا رجال الستة تحب تحتاج تحس بس على فكرة بتلاقي حلول يعني يما بتتكلم سيبها تتكلم هتلاقي تطلع الحل وهتوبها زال فولي بس اسمعك لكن وقت الاحتياج انا في حد جنبي الحد في ظهري في في دعم وفي عطف سيب تحب الحنون جدا تحب الرجل الحنون الرومانسي الحنون فين فين اما يجي بقى انت بقى تقوم جايد دابب وعمل منك كد وبعدين تسمع لك استغفر الله لحصافة من دين وخوف من الله عز وجل احفظ نساء المسلمات يا رب الله امين احفظ المسلمات في كل مكان الله امين وربط على قلوبهم بالطقوة والايمان اللهم امين هاي رقم سبعة زى ما قلنا لغة الهداية مهمة ومش شرط قمتها ويا ريت نفتكر يعني لو هتعملي على النوت اللي عندك مثلا او بتاع التسكير اللي في الموبايل او في اي حاجة الايام اول يوم شفتك اول يوم دخلت البيت اول يوم تقولك انا بفتكر او ما بفتكر في شوية ما يفضل ما يفتكروش ريحي نفسك بعدين او ايش انا عارف انك مش فكر خلي بالك في بكرة كزا في بكرة جميل لو الراجل عمل كده والله واعرف من الرجال والازواج اللي بيروحوا مسجلين حالهم وحال اسحابهم ويروح ينبه صاحبه خلي بالك انت عندك يوم ايه زواجك ولا يوم زواجك كزا او يوم شفت مش عارف ايه خلي بالك يوم ابنك والله وانا بكلمكم دلوقتي صورة الاشخاص دول موجودين يعني تحية لكم من بلاد الغربة يبعت لصاحبه الزوج صاحبه يعني مجموعة شلت صاحبه يبعت لصاحبه خلي بالك انت عندك كزا خلي بالك كزا فيانتبه طيب مع ما افتب انتبهش انا اقول المشكلة قلتلك اهو انا هيلالك فوق اهو عبارة عن احتياجاتك صح تعلمت عباري قولي قولي ما هو ما بيشموش هما وحيفضلوا كده لو اتغيروا واحد يعني حاجة بتجبر حاجة وفكروا بعض بالمناسبات ده احنا اول مرة عملنا احنا اول مرة جينا احنا اول مرة كزا ده شيء طيب على فكرة مش وحش مش وحش ولو كانت الزوجة كل واحد عارف زوجته بتحب ايه هو بيحب حلو حلو الكلام ده قولوا قولوا البعض وشوف اختار يا ابني اختار الحاجة اللي هي اللي زوجتك بتحبها وانت متجيبش الحاجة اللي انت بتحبهات الحاجة اللي زوجت بيحبها ما كل واحد برغي يجيب الحاجة لأه والتاني مش محتاجة لا في لغة الهدايا اختار الحاجة اللي اللي قدام الطرف الاخر هو اللي بيحبها دي مهم جدا كلموا عن مشاعركو احتروا متبادل بين الطرفين بلاش بلاش الالفاظ بلاش الاساءة في الكلام بعيدوا عن النق كلموا بصوت واطي ولو ما تكلمتوش بصوت واطي لا معلش يعني نتدرب على حاجة زي كده احساس الامان والدعم انا بعيد اللي انا بعمل فيه باكل اللي انا بقول اللي انا قلته قبل كده ونقف جنب بعض في الازمات وتحس ان فيه مشاركة وفيه دعم طرف العاقل في العلاقة يجر التاني وانا دايما بقول للراجل انت اللي تبتدي انت صاحب القوامة انت هول اللي بتستوعبه ده انا بجيب لك دليل انت اللي تستعب وانت اللي قول مرأة محل طلب وانت هي وتستعن اللي تجيب الخطوة الاولى بس وقال الله يسعب بيجيب وقل له مرة علي ما عليش قل له مرة علي لتذكر مثل حظ الانسان وخليك نصح وحفظ اللي انا بقوله ده انا مرة وانت مرتين احسب لك كده ولما يحصل قوله على فكرة المرة فات تاني اللي جيت المرة دي عليك يلا انا مستنية تعالي ببساطة وبهدوق كمان من الحاجات الجميلة اللي تنمي الحب وتخليه فعلا احنا بنعمل انعاش الحب مش عارفك بقى الخطرة كم كام المصارحة وعبر على الجواك وصارح بس بلطف مش بيدابش ما في ناس بتعبط لك هو كده بشان اقولت الصدق وتقوم جاء ندبشها في الكلام لا صارحوا وقولوا بس بلطف ويتسم أمر الحياة والأنوسة عليك ده شيء ممتاز جدا يعني خسارة من احنا نفقده دي كانت الكلام اللي انا كنت عايزة اقوله النهاردة قبل بقى ما ايه قبل ماسمع الاسئلة بتاعكم مش عارفة انت رحتوا فين عندي ايوة قبل ما ماسمع الاسئلة بتاعكم خلينا من عبل ما تحضروا الاسئلة نجاوب حبا من الابس اللي هنا وهتطر رأفل هنا الناس اللي معانا على الابس السلام عليكم لا الفيسو على اليوتيوب سلام عليكم هاخد حبا من عندكم منتظر العوض بتقول ايه الحل مع الرجل اللي بيخون اخوه مع امراته لا ده قصف محصناته لازم تجيبي دليل اوعي تقولي الكلام ده مغير دليل لان ده محصنة هو محصن شفتي بعينك اه بتأكدتي اوعي 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 لده ده قصف يا بنتي سبع مبقات الله يصلح حال الامة الله يصلح حال الامة يا رب نفس اكلم حضرتك يا ام ملك وحمد وزياد كل الكلام ده طيب عندكم على طريقة التواصل اللي عليكم رقم هو ده طريقة التواصل معي انا هنا خلصت اهو قد الله سبحانه وتعالى يا ربي يكرمنا وياكم مش عارفة اقفل بس هحاول اقفل من هنا وهنروح عشان اسئلة الزوم الخاصة بقى واندردش على الزوم سلام عليكم ورحبا